مبروك لنادي الزمالك الفوز بالسوبر الافريقيا فوز مستحق حقيقي فوز مستحق لنادي الزمالك اول مباراة لنادي الزمالك اشوفها من حوالي 3 سنين ممكن اكتر كمان من ناحية روح من ناحية اداء من ناحية تركيز تركيز اللعبة مع بعضها تركيز الجهاز الفني الروح اللي موجودة رغم ان فيه اكتر من كذا لعب النهاردة ما كانش في حالته بس كان فيه سبات جوه الملعب عكس لعب النادي الاهلي لعيب النادي الاهل النهاردة رايحين واسقين من الفوز مريحين زي ما بيتقال كل واحد بيلعب لنفسه بفيش الروح الجماعية النهاردة لعيب النادي الزمالك بالجهاز الفني تركيز من اول دقيقة تركيز من قبل المباراة بتلات ايام وده اللي انا اتكلمت في الحلقة هنا فيه الحاجات دي بتفرق بتفرق المدير الفني ازاي ان يوصل للعيبة اهمية المباراة عكس المدير الفني ميستر كولر النهاردة اللي يتحمل هزيمة المباراة تركيزه قليل جدا سيكا زيادة جدا وصلت للعيبة ان الفوز لدرجة ان قبل المباراة بكام يوم فيديوهات نازلة اللعبة بتحتفل وده ظهرت النهاردة بعد كل لعب يحرز لضربة الجزائي ومعامل كده وده كانت تقريبا السين اللي ما بين اللعبة من بعد انها هيحصل الاحتفال بالبطولة بالشكل ده طبيعي الكورة ابيض وسود هب تقلب ضدك تقلب عكس لعب نادي الزمالك في الفترة الاخيرة كلهم روحوا واحدة روح الجماعة جوه الملعب ملاش علاقة باهلي وزمالك انت مهتم بالمباراة وعايز ايه الكورة هتديك النهاردة مبروك لنادي الزمالك مبروك لعب نادي الزمالك مبروك لميستر جوميز على ادارته للمباراة ادار المباراة صح والحمد لله من اول لحظة الناس كلها كانت بتتكلم على مستر جوميز اللي لا يستحقوا لازم يمشي احنا اول ناس كنا بندعم وبنقولن المدير الفني على اعلى مستوى معنا ضيوفنا ومعنا نجومنا كابتن وايه الأباني وكابتن رحمد عادل كابتن وايه المبروك مليون مبروك حقيقة مبروك بجد مليون مبروك لجمهورنا الزمالك الاول لا حقيقة ثم اللعيبة ثم الجهاز ثم مجلس الادارة اه بصراحة عملوا مباراة هايلا طبعا ياخدوا حقهم اه هم الاحسن هم الافضل هم اللي كانوا مركزين اه ربنا ادى اللي ركز اكتر واللي تعب واللي اجتهد والحقيقة اللعيبة النهاردة تستحق الاشهادة يعني يعني بكل بكل طبعا دفعة معنوية وكل حاجة مع اللعيب الروح بتاعتهم ما بينهم بمعضك هتهايلا المومز النهاردة قدر المباراة زي ما انت قلت ابراهيم على اعلى مستوى تركز واحنا قلنا انا وانت ابراهيم هنا الحمد لله صممنا عليه قلتلك نقصه بس لعيبة اه وهو بيركز في المطشرة الكبيرة قلنا الكلام ده وبنقول للناس ان الكورة بين اهل وزا مالك او زا مالك واهلي قلنا قبل كده مئة مرة مالهاش معايير قبل المباراة